أخيراً أفرج البروفيسور مسعود زيتوني عن التقرير الذي أعده حول واقع مرض السرطان بالجزائر بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة العام الماضي التقرير الذي أعده المختص ينقل اختلالات عميقة في مجال الكشف ومعالجة داء السرطان في الجزائر علاوة عن غياب التكفلية الجد بالداء من بين المراحضات التي يتضمنها التقرير انعدام مجهود بحثي علمي وميداني حول المرض بالجزائر منذ أكثر من 15 سنة غياب المراكز الوطنية لمكافحة السرطان ما يجعل المواعيد تمنح للمريض كل 6 أشهر نقص الأطباء الأخصائيين في العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي نقص المتخصصين في الطب الفيزيائي ضعف الميزانية المسخرة لمكافحة المرض عزوف المواطنين على الفحوصات الدورية التشخيص المتأخر لحالات السرطان ما يفرض إحالة المصاب على العلاج الكيميائي مباشرة بو التفليق وبعد استلامه التقرير أقر جملة من الإجراءات ضمن مخطط وطني لمكافحة السرطان تتمثل فيه إنجاز 19 مركز وطني جديد لمكافحة السرطان الإزرع في إتمام إنجاز المراكز الستة ليفتح مركزين بولاية باتنا وسطي في الأسبوع المقبل ليتم فتح ثلاث مراكز أخرى نهاية السنة مضعفة ميزانية مكافحة السرطان وضع مخطط خماسي لمكافحة المرض تكوينها طباء متخصصين في جميع الميادين لتغطية العجز فيه لجنة نصبناها عند حوالي ثلاث أسابيع برئاسة الأستاذ زيتوني حتى يقوم لأنه كما تعرفوا كلف رئيس الجمهورية انتهى من العمل الانتاع والعامل اللي فات فيما يخص الخاصين بكيفية معالجة المرضى المصابين بالسرطان الآن فيه لجنة المتكلفة باش تحضر البرنامج انتاع مرضى السرطان الخماسي يعني من 2015 إلى غاية 2019 باش يكون عندنا برنامج وهذه أول مرة في تاريخ الجزائر إذن هو تقرير أسود تلته إجراءات منقوصة من أجندة محددة لتجسيدها وهذا الوقت يخطف الداء الخبيث حية آلاف الجزائريين سنويا